يا جماعة، في الموضوع ده هنتكلم عن العوامل اللي بتأثر على مشاكل الهوية الشخصية يعني الأشياء اللي بتخلي الشباب يحس بتشتت وعدم استقرار في حياتهم بينتمينا العوامل دي للضغوط الاجتماعية والثقافية يعني الضغوط اللي بيتيجي من المجتمع والأسرة والأصدقاء وحتى وسائل التواصل الاجتماعي بعد كده لازم نتكلم عن التغيرات الهرمونية والنفسية اللي بيمر بيها الشباب في مرحلة الشبابية دي اللي بتسبب مشاكل في تحديد الهوية والشعور بالتشتت وطبعاً ممكن تكون في ضغوط أكاديمية ومهنية كمان يعني الدراسة والشغل بيكونوا عوامل تانية بتأثر على الهوية الشخصية للشباب هذا مثال على الضغوط الاجتماعية اللي بتؤثر على هويتك الشخصية بالنسبة للعلاقات العطفية لو عندك علاقة سامة مع حد من عائلتك أو من أصدقائك وده بيؤثر على ثقتك في نفسك وفي قدرتك تحدد هويتك وتعبر عنها بشكل صحيح وبالنسبة للتغيرات الثقافية والتكنولوجية ممكن تلاقي نفسك في مواجهة تحديات جديدة زي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وده يمكن يؤثر على طريقة تفكيرك وتفاعلك مع العالم من حولك عشان نتغلب على العوامل دي ونتخطى مشاكل الهوية الشخصية بكل سهولة أول حاجة لازم نعملها هي أننا نبدأ نفكر في ذاتنا ونعرف نحدد لنفسنا قيم ومبادئ واضحة علشان كده ممكن نجرب نكتب أهدافنا وأحلامنا ونفكر في الأشياء اللي بتحققها ونشجع نفسنا على تحقيقها ثاني حاجة لازم نحاول نبني علاقات إيجابية مع الناس اللي بيحيطوا بينا عشان مهما كانت الضغوط الاجتماعية الأصدقاء والأهل اللي بيدعمونا وبيقدموا لنا النصيحة الصحيحة دي هم اللي هيساعدونا في التغلب على التحديات وأخيراً لازم نخلي عيوننا على الأهداف ونكون ملتزمين بتحقيقها ونستخدم التكنولوجيا بطريقة مفيدة لتطوير أنفسنا ومساعدتنا في التواصل مع الآخرين بشكل إيجابي باختصار بالتركيز على تطوير الذات وبناء علاقات صحيحة والتمسك بالأهداف هنقدر نتغلب على أي عامل يواجهنا ونحقق نجاحنا في حياتنا بكل سهولة وفي الختام نقول سبحانك يا رب وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر